على أرصفة مترو القاهرة استغل الأزهر مساحة لا تزيد عن 6 أمتار لإقامة أكشاك خاصة به، أكشاك ليست لبيع الأشياء، بل لتقديم الفتوى الدينية. الفكرة ليست قديمة، بدأت ببروتوكول تعاون مشترك بين هيئة مترو أنفاق القاهرة ومجمع البحوث العلمية التابع للأزهر فيما يؤير الماضي. وذلك عبر إذاعة للمترو تبث خلال شهر رمضان المبارك في خطوط سيره الثلاثة بالقاهرة الكبرى. لكنها لم تقف عند هذا الحد، بل تخططها منتصف يوليو تموز الجاري إلى اتفاق يتضمن وجود مكان ثابت لأعضاء المجمع بالمحطات يقدمون من خلاله الفتوى للمواطنين في تجربة فريدة من نوعها. أمين عام البحوث الإسلامية محي الدين عفيفي قال إن الخدمة تأتي ضمن جهود المجمع العلمي لمواجهة ما سماها الفتاوى المضللة التي تحاول تيارات معينة ترويجها بأشكال مختلفة وتيسيرا على المواطنين دون الحاجة إلى السفر وقطع المسافات إلى دار الفتوى شرق القاهرة. فليجان الفتوى تلك حسب التعريف الرسمي أو كما يطلق عليها المواطنون أكشاك الفتوى تقدم الفتاوى الدينية على مدار 12 ساعة تمتد من التاسعة صباحا وحتى ثامنة مساء وتنقسم إلى فترتين يوجد في كل فترة واعظان اثنان أو ثلاثة. يقول الإعلان الرسمي عن الفكرة إنهم مؤهلون للرد على الأسئلة والفتاوى بشكل مجاني تماما. الواعظ العام في مجمع البحوث الإسلامية بلجنة الفتوى الشيخ يوسف محمد قال في تصريحات صحفية إن الإقبال على لجان الفتوى كبير جدا حيث يستقبلون في الفترة الواحدة أكثر من أربعين طلب فتوى. فيما رحب أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري عمر حمروش بالفكرة ورأى أنها متأخرة. وإذا لقيت الفكرة استحسان كثيرين فإنها طلقت هجوما كبيرا من آخرين فكثيرون رأوا أن تلك الخطوة تأتي في سياق فشل المؤسسة الدينية التي تحاول التغطية على فشلها باستحداث أشياء فريدة من نوعها كفكرة الأكشاك تلك. فيما قال عدد من المواطنين إن مصر ليست بحاجة إلى أكشاك الفتاوى بقدر ما هي بحاجة إلى الطعام والغذاء والدواء والتنمية والسلم الاجتماعي. لكن موقع التواصل الاجتماعي تويتر كان الملجأ الذي قاد إليه كثيرا من المغردين الساخرين من الفكرة. فالحقوقي اليساري جمال عيد علق على فكرة الأكشاك قائلا. الهند تطلق أول قطار بالعالم بالطاقة الشمسية ومصر تطلق أول كشك للفتوى في محطات المترو.